اشتركوا في القناة الحمد لله يا أمه لقد نجحت في الامتحانات وكتب اسمي في أول قائمة المتفوقين في المدرسة الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك يا بني أسأل الله أن أراك يوما عالما كبيرا تنفع الإسلام والمسلمين اللهم آمين بقي أن تفي بوعدك لي يا أبي نعم يا أحمد أذكر وعدي جيدا متى سنسافر يا أبي؟ غدا إن شاء الله نسافر لزيارة أبناء عمك يا أحمد هل انتهيت يا أم أحمد من إعداد حقيبة السفر؟ نعم ها قد انتهيت والحمد لله وهل صليت الظهر؟ نعم إذن هيا لنصلي العصر جمعا وكيف نجمع ونحن لم نسافر بعد؟ شرع لنا الجمع دون القصر ما دمنا نوينا السفر وهل سوف نصلي جمعا وقصرا؟ لا فليس من لازم جواز الجمع القصر فقد يجوز الجمع ولا يشترط القصر فلقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعا صدق الله إذ يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر سأتصل بكم المجرد يوصينا إن شاء الله الحمد لله وجدت أماكن خالية في الحافلة المسافرة إلى وجهتنا ومتى ستنطلق الحافلة؟ هي على وشك الانطلاق يا أحمد لقد أذنا للمغرب ونحن في القطار ولم نصلي بعد سنصليه جمعا وقصرا مع الإشاء عندما نصل إن شاء الله وما معنا قصرا يا أبي؟ أي أننا سنصلي الإشاء ركعتين فقط يا أحمد ولكن هل هذا جائز يا أبي؟ نعم يا أبني فقد قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفقنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فالله سبحانه وتعالى يخبر المؤمنين في هذه الآية أنهم إذا سافروا فلهم أن يقصروا من الصلاة المفروضة فيصل الصلاة الرباعية ركعتين أي الظهر والعصر والإشاء فالإسلام دين اليسف إذن فصلاة الصبح تصلى ركعة واحدة وصلاة المغرب ركعة ونصف أليس كذلك يا أبي؟ لا يا أبني لا يا أحمد فصلات الصبح والمغرب لقصر لهما إنما القصر للصلاة الرباعية فقط وهل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك؟ نعم يا أحمد فالقصر في السفر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل في السفر إلا ركعتين وكذلك أبو بكر وعمر وسائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولكن ألم يقل الله سبحانه إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن في أمان الآن فلماذا نقصر الصلاة يا أبي؟ ورد في السنة عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب إنما قال الله تعالى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس فقال عمر عجبتم ما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وهل حدد العلماء مسافة معينة للسفر كي يقصر المسلم من الصلاة؟ ذهب جمهور العلماء إلى تحديد مسافة للسفر المبيح للقصر في الصلاة ولكن الراجحة والصحيحة أن القصر جائز في كل سفر مباح وأنه لا حد للمسافة ولكن يرجع ذلك للعرف أبي لماذا لم نصلي الظهر قصرا في البيت ما دام أننا سنسافر؟ ليس كذلك يا أحمد فالمسافر لا يقصر الصلاة حتى يخرج من بيوت قريته ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها وهل يجوز للمسافر إذا أقام في بلد أن يقصر الصلاة؟ المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا فإن قام إلى حاجة ينتظر قضاءها قصر الصلاة كذلك لأنه يعتبر مسافرا فقد مكث الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة بعد الفتح عشرين يوما يقصرون الصلاة يا الله ما أيسر هذا الدين؟ ها قد وصلنا والحمد لله اشتركوا في القناة